إخواني أنت حر إرهابي أنت مالك ومال مصر هو أنت إخواني لك علاقة بمصر لا مالكش علاقة بمصر ولا تتكلم باسم مصر ولا لك وجود في مصر ولا هيكون لك وجود في مصر أنت تنظيم إرهابي كاره للبلد وكاره لمؤسستها وكاره لرئيسنا ده أنت لو دورتوا على أحدها تقتلوها تقتلوه ما أنت قتلتوا فازاي ان انا اجي النهاردة تقول وشفت وبقى قال لك الاخوان اخواني قال لك الاخوان تنظيم ارهابي يرتكب جرائم ورتكب جرائم والعنف والارهاب ويعمل كده وقال لك حماس سيطرت على غزة بعمل عنف قال كده سبح شكري وانت مش عايز تفهم ولا عايز تعرف المعلومة اللي انت عايزها لنفسك لانك مش امين وانت بتاخد كلام وزير خارجية مصر بتحرفه لانك مغرض لك هوى وغرض سوء النية وكرهية الدولة المصرية وكل مؤسستها بما فيه وزير خارجية مصر اللي بيديك على دماغك في كل حتة بيروحها قال لهم الاخوان جماعة ارهابية طبع ارهابية قالوا له مش منبسل قال لهم اه ويقول وزير خارجية مصر كده السلطة الفلسطينية مصر تحرير مش فيه اصله ولا متعرفوش اصله دي قالت ايه ما دل قالتو لكن عندك تقوم في ارضك زي ما انت عايز قول زي ما انت عايز في ارضك قوم زي ما انت عايز يطلع طلع واحد كاتب كلام كمان مبارح وعادت اه بعض تعليقات الناس فقلت لهو حر يفسر اللي هو على هواه لكن الحقائق واحد اثنين ثلاثة اربعة ما بنترجعش عنها لا نترجع عنها ولن نترجع ولن ننسى كل من ارتكب الجرائم بحق مصر اشتركوا في القناة